السلام عليكم لبناج كديرين بخير هانيا لبس عليكم كنتمنى تكونوا بألف خير وانتو مكتشاهدوا هاد الفيديو قبل ما نبدأ نقول إن لله وإن إليه راجعون في الموسى دي الله رحمها والله يوسع لها يا ربي ولكن الضجة اللي نعضت في الموت ديالها ومازال دابا نازال دابا نايدا واحد ضجة كبيرة على تسيدا دي الله رحمها أنا ما عادش نذكرها ولو بشي يعني بشي حاجة خيبة لأنه صفي واذكروا موتكم بخير هذا هو اللي غادي نقول الله يرحمها والله يستعليها والله يغفر لها ولكن احنا كنا نحضر اليوم على صارة اللي كانت شدها عندها في الدار وكل شي كان يتفرج فيها بالحكم أنها عندها قناة في اليوتيوب في التيك توك البعض كيقول بأنها كتستغل هذه السيدة الله يرحمها كانت كتستغلها بزيف والبعض كيقول غير ديروا بحالها يعني وشي وديروا الخير وهذا 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 وديروا الحوج صار اليوم يعني مهددة بالدخول للسي جنة بنات باش تعرفوا بأنها القضية حامضة علش لأنها في آخر لحظات دي اللي موت دي السيدة الله يرحمها كانت هي ديرة لايف وخرجت لأم ديالها وكتوضح كتقول لارا بنتي ما كانتش عارفة السيدة أنها غا تموت في جدارة لايف وبنتها كانت قالت للأفان كتقول أن أمي كان عندي هذر حكرةه للموت والأمي ليست موت والأميةfan ما في جدت غلاله فمعت العارفة فلديها يستموت الايف يوما وهذا بعد facto اني ضد وآني أي انسان لهذا ق Straza تخول جدوتي بشأنك أختي بالبياندي والإهطeen مسيانيا عن هنا انسان من الزنقوية، رواح الك Attendingski بيها وحبيتيها وخا تكون أمك أمك شتي أمك وأنا ضد هذ الأفعال الخبيثة اللي ولينا كنشوفه تليفونات عبد الله في الجنازة تليفونات ما بقتش حرمة الميت ما بقاش وحد الإنسان مريض أنه ينين على خاطره ما بقاش إنسان تخرجوا الروح على خاطره ولينا كنشوفه التليفونات خدامي بحالة الحواج راه عيب راه منكر اللي كيجوعد نحن كمنتقدين كيقول لك سكتمت هذ روش وشتومة كيرضيكم بحالة المهزلات نبقى نشوفهم تسيدة كبيرة والتليفونات عليها حتى خرجتها الروح ومن خرجتها الروح وهي جنازة هكاك محطوطة في الكفن ديالها هازين عليها واحد ربعة ولا خمسة ديالتليفونات ضيرين على الجتة ديالها كيف يعقلت الشي هذا فخص الوزارة ديال الصحة او لما نعرف في المغرب تدخل في هذ المسائل اي واحد كيصور الميت او لا كيصور الانسان في لحظة موت كتقرب لها تلوجها امي بلتي امي بلتي ياك بلتي بالتليفونات ومن خلاله تلوجها ومن خلاله يجب عليها ايه بلتي تحسب لنا الاجر ولكن على الجبانة واحد لمره كبيره الكبيره والله عجوز ونستغلها ونقول لها ونخليها تقول كيف شرق خيبة اللي سترجع عليها بالمضرة لها تهدئة امام الله ولا تهدئة الناس كيف شرقوا ومن بعد نقول لي انا نقف الليف واش بنتي واش درتي تحتك ذلك الحاجة واش فعلتي وهي مرة كبيرة حشومة قال لي خرج امها تقول لك بنتي ما عارفاش بذك الليف سمحي لي يا للا كنقول لك بنتكرا عند جوج ديال الولاد بنتك مراهقة بنتكرا كبيرة بنتكرا فيتا الثلاثينات بنتكرا بعقلها كدير داك الليف كامل قيوها العقلية ومشي اول مرة ولا اخر مرة كدائما كتطلع كتسعبها خالتي السعدية احدى ثلاثة دليل اربعة دليل ويا كتسعبها في الليفات في التيك توك هذا يعني هاتش هذا كان وكيشوفوه وما كيش يعني الانسان ما كيتدخرش لان فاش يمشيو كيسولو السيدة اخبارك الله يرحمك اقول لهم واحد الوقت كتلت لهم وما كنت بزت عليها ودارت لي وفعلت ليها لكن بعد رجعت في كلامه هاتش وخرجيش كتنوح وتبكي وخرجي امي من القبر واش كل مقام معي شتش اللي بتيعاد عن الله سبحانه هذا هو الجهل بعين ذاته الشي لم تيقاملش بالقدر خيره وشره ولم تيقاملش بالموت فلاش يقول انا مسلم شهدوك التفاهات ديال خرجي امي وامي خرجي من القبر وخرجي عدي واجي عدي وعرفناك مكوية مشوية من جيتها بقات فك الله يحسن العوان الفرق صعيب ولكن الايمان هنا في انت يحضر الايمان يحضر عند المصائب من جيشو حلالة تقولي يلا انا مجربة انا مجربة الموت ميت ليبا انا اعز الخلقة عندي ميت ليبا ابا اللي ولدني اه وبكيت وما خليت مدر ولكن الله ما نقولش حويج اللي نقدر نوله داخلين في الشرك بالله والعياد وبالله اه ابا عزيز ولكن كان ربي عز منه بغاية اه قدر بيها لايفات ما قدر استخدت وانها تأتي به لا ترغي تفرج بها لانها تبقى تخسر الهادرة كتبقى هي 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 بداته كتبقى تخسر السيدة لا تقل تقل لها سكتي ما تشيحه هي باش طلعت طلعت اصلا بها السيدة هادي اللي ارحمه طلعت بيها لأنها كتخسر الهضرة وده بها تضجع لشنا ايضا ارى مش يغى على الليف الليف ارى غير النقطة لفايدة الكاس انت ليه مش مكين عن لايفات لي كيف يفايدوا الكاس النقطة لفايدة الكاس هي مش حال هدي عندها متابعة وكانوا نادوا الجمعيات ضدها عباش تعرفو هيني جمعيات ضدها السيدة لأنهم كيقولوا السيدة كتستغل المو السعدية صارت كتستغلها هيكو كتستغلها باش باللايفات كوكتية السيدة مثلا مثلا بغيت تديري فيها خير وغتخليش المرأة حتى الثلاثة الليل كتتقمعها كتتقمعها راسك يدل حتى الثلاثة الليل شو دليل عيب حشوما راعي لي همسكينة كاميرا كبيرة ومعنداش الجهد وانت هي شدى بها الحتيت وشدى بها المغزر ومضحكة فيها الناس ومضحكة فيها العباد ديرها بحل الكوميديا ومن اللي ماتت عاوتاني نفس السيناريو أما البنات بالنسبة لي كيقولوا تمثيل اللي بكاو ذاك الشي بأنها تمثيل وهذا هو مشي تمثيل هي السيدة فعلا مقات فيها لأنها رشوف كتربي غير غير مشى وغير فرخ وإلا ما تركت وغيرت تهبلي عليه فما بالو كل إنسان حمتوني؟ يعني هي فعلا ذاك شي كتديرها مشي بالسهل الفرق صعيب مشي تمثيل بينها مشي تمثيل بينها مقروحة عليها غير هو كانت تدير شي حويج لله يسمح لها ما تنهضرش إلى مم السعدية أنا قلت لكم مم السعدية ما غنجبدهاش ولا كل شي عارفه كده يرو أنا ما غديش نجبدها قاع بالخيب أنا تنهضر على سارة كانت تدير شي حويج معاها للا حوله ولا قوته إلا بالله وما رح متهاش فاش ماتت وده براك تتعرض ليعني الهجوم قوي طبعا لا تقدر تمشي فيه لا تقدر تمشي فيها لأن قال لك غادي يكونوا إجراءات قوية سيدة كيفاش ماتت هي كانت قالت بأن ذاك اللايف دارتو باش تبرق راسها مدام انتي أختي ما عندكش ما عندكش انتي يعني شي سبب أو اللي عندك شي كما تنقوله اللي ما ديرش ما تيخافش هلاش ديرا لايف باش تبرق راسك بأن نكزع ما ما قاتلاش ما فهمتش دبعبو حدك تيك تترعلي شاي بحلد النوع وليك يجيب أفراش والله البنات ديرا لايف قاتلك باش باش تتأكد للناس أو لا يعني عارفة هنتي غا تموت بدك اللايف عارف سيدة هاد الهدرة اللي كي تقولي رغت ترجع لك رغت ترجع لك قاتلك ديرا اللايف باش يبقى كشاهدة يعني عليها بأن السيدة يعني يرى ما بهذه المعنى زمارة مش هي سبب في الموت دي لا أول شي حاجة ولكن بهذا الهدرة تقدر تجبط على رأسها السدعة على العموم والبنات الله يرحم خالتي استعدية والله يكون معها يا ربي الله أرحمها وعفر ليها والله يدير شي تاوي للخير هاتشي لنقول تنتمنى الإجراءات في حق صوير في الجنازة يكونوا يتطبقوا على الجامعة يكونوا شي إجراءات صارمة باش أي واحد تخول اللي نفسه يصور جنازة أو اللي يصور ميت يتعاقب عقوبة اللي ميبقفش يشوف الجهة الجهاد يلتليفون أو للكاميرا يلا تحياتي السلام عليكم شكرا